اشتركوا في القناة والطراز المعماري المميز هذا الجامع انشئ في عام 1149 هجريا الموافق 1737 ميلادية الجامع يقع في منطقة هي قلب المدينة القديمة بمعنى أن جامع أحمد باشا هو مطل على سوق الرباع والسوق المشير وقريب جدا من القصبة أي القلعة جامع أحمد باشا طبعا هو أسس في فترة حكم أحمد باشا القرامالي أحمد باشا القرامالي هو صعد إلى سدة الحكم في عام 1711 ميلاديا وأسس لحكم وراتي هو أشبه كان بمملكة وأسس أيضا لحكم ذاتي عن الدولة العثمانية عائلة القرامالي طبعا هي أصولها ترجع إلى القرامال منذ وصول درغوت باشا كثاني والي لإيالة طرابلس وبالتالي هي عائلة عريقة وقديمة جدا في طرابلس وسكنت المنشية في العهد العثماني الأول الجامع أنشئ على مساحة تقدر بـ 2550 متر مربع الجامع يضم طبعا بيت الصلاة ويضم مدرسة قرآنية ويضم المرفقات التي يحتاجها المصلوم مساحة بيت الصلاة مربعة الشكل في حدود 23 متر كطول و23 متر عرض بيت الصلاة يضم في طرازه المعماري المميز حوائط تم تكسيتها بالقيشاني أو ما يعرف عندنا في اللهجة المحلية بالسيراميك والزليج الأعمدة الرخامية وهي استجلبت من قليم توسكانا الإيطالي فهي أعمدة من رخام الكرارة وهو الذي تميز به إيطاليا في إنتاجه الأعمدة طبعا هي مصفوفية الشكل في حدود أربعة أعمدة في أربعة أعمدة هذه أعمدة مفردة هي 16 عمود مفرد بيت الصلاة يضم 25 قبة أيضا مصفوفية الشكل خمسة قباب في خمس قباب أيضا لا ننسى أن بيت الصلاة يضم طابقين طابق مربع وطابق وهو دو ثلاث أروقة بحيث مساحته لا تتجاوز 150 متر مربع المسجد يضم مدرسة قرآنية كما أسلفنا وهذه المدرسة القرآنية تضم طبعا مكان لمبيط الطلبة تسمى الخلوة أو الخلاوي المدرسة تحولت في عام 1912 إلى معهد ديني مرموق بدرجة عالية كان يتوله في تلك الوقت الشيخ عمورلم سلاتي الموقع الجامع مميز جدا فهو الحقيقة يعني يضم من حواليه أسواق فهو يعني في قلب الحي التجاري صح التعبير نتحدث أيضا عن وجود سدة خشبية التي أمامنا وهي الحقيقة يعني كانت المناسبات المتميزة سوى في العياد الدينية أو ما شابه أيضا لا ننسى أن المحراب أيضا وهو مميز وهو خلفنا تم تكسيته بالرخام المطاعم وأيضا ببعض الزخارف والنقوش الجسية ما يلفت الانتباه في هذا المسجد هو أيضا تكسيت الحوايط بالكامل بالقشاني المزخرف والذي استخدم فيه اللون الأزرق بكتافة نتكلم عن المئدنة مئدنة الجامع تمنيد الشكل وهي بارتفاع 18 مترا بيت الصلاة يضم ثلاث أبواب رئيسية طبعا ملحق به مكان للوضوء وأيضا بعض الأماكن التي يتم أيضا حتى كأفنية أو ساحة جانبية المسجد كانت تستغرق الحقيقة سنوات كثيرة لبنائها يعني نحن نستغرق الأمر حتى 20 سنة لأن كان الطراز المميز وجمليات الإبداع المعماري الحقيقة تتطلب سنوات لتنفيذها فلم يكن الأمر سهلا وهيلا لم يكن الأمر بسيط حتى في بضع سنوات هذا المسجد على مدى العهد الكرامالي كان يعتبر هو مسجد الدولة وكان يرمز إلى وحدة الدولة وإلى المكانة التي هي الجامع لنظام حكم أسس لمدى 125 عاما اشتركوا في القناة